قبل تقريبا شهرين تم دعوتنا لتجربة ديمو قصير للعبة Tales of Arise وقمنا باستعراض أهم الانتباعات عن تجربتنا على مختلف المنصات وفي هذه المرة تم دعوتنا مرة ثانية لتجربة اللعبة ولكن في هذه المرة تمحورت تجربتنا للفصل الأول من اللعبة بالكامل وهذا خلالنا نتعمق أكثر بنظام اللعب ونتعرف أكثر على الشخصيات الرئيسية ولا تخافون ما راح نحرق القصة عليكم فبتكون الانتباعات متمحورة حول نظام اللعب معالم اللعبة بدون ما نذكر أي شيء عن أحداث الفصل الأول بالبداية لازم نوضح بأن النسخة اللي جربناها هي النسخة قيدة تطوير ممكن تتغير أو يتم تحسين أي عنصر من عناصر اللعب قبل الإطلاق النهائي للعبة الفصل الأول من اللعبة أخذ مننا حوالي ثلاث ساعات ونص حتى ننهيه مع نهاء بعض المهام الجانبية وعلى عكس الديمو السابق ما راح تلعب بجميع الشخصيات بل التركيز على الشخصيتين الرئيسيتين وهم ألفن وشيون وبتتعرف على الشخصيتين بشكل مفصل أكثر وتقدر تختار الشخصية الرئيسية في فريقك والتبديل بينهم وتعديل مهاراتك الخاصة لاختيار المناسب لأسلوب لعبك بتستعرض اللعبة أحداثها في مناطق منوعة وبتعطيك لمحة عن اللي يمكن أنها تقدمها لكل لعبة الكاملة بعدين فالبيئات متنوعة مع العديد من التفاصيل المميزة مع مناطق صحراء أو قرى بسيطة أو كهوف غامضة أو خنادق مميزة لاستكشافها وحلل غازها وتتميز بيئات اللعبة بالتنوع بالحجم أيضا فمرات بتوصل لمناطق ضيقة وخطية ومناطق ثانية تقدم لك العديد من الخيارات الاستكشاف والبحث عن الموارد المختلفة وأيضا مناطق اللعبة بتوفر أماكن للاستراحة وإعادة الصحة والطبخ بالمكونات اللي معك حتى تعزز لشخصياتك حسب الوجبة اللي تاكلها اللعبة تقدم أحداثها بعروض أنيميشن وأحيانا بعروض تستخدم محرك اللعبة وأحيانا كصور تفاعلية من أحد القصص المصورة رح يكون توفر لك أربع خيارات صعوبة متنوعة لتخوض تجربة اللعبة الصعوبة المناسبة لك ومستويات الصعوبة في القصة تنقسم إلى مستوى صعوبة الستوري وهي مخصص لللاعبين اللي يبوني يجربون القصة بدون ما يقضون وقت طويل في القتال مستوى الصعوبة النورمل وهي الصعوبة العادية مستوى الصعوبة المودرت وهي مستوى أصعب بشوي من اللي قبله ولكن بيعطيك نقاط تطوير أكثر وهذا بيساعدك على تطوير شخصيتك بشكل سريع مستوى صعوبة الهارد وهو المستوى الأصعب مع نقاط تطوير أكثر بكثير الأسلوب القتالي مثل ما تم استعراضه في الديمو السابق بحيث تم تقديمه بطريقة محسنة وصار أكثر تفاعل وأكثر سرعة وعلى طار السرعة لللي يبحث عن انترنت سرير للألعاب تقرير Game Mode من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية نشر نتائجه للربع الثاني من 2021 ولازال انترنت 5G من زين محافظ على الصدارة في أربع من أشهر ألعاب الشبكة وهي Fortnite, FIFA 2021, Epic Legends و Dota 2 ويعطيك الاشتراك في باقات 5G مزايا رهيبة مثل اشتراك GeForce Now مجاني و اشتراك OSN وايضا راوتر مجاني واذا حابين تعرفون مزيد من التفاصيل عن باقات زين بتحصلونها تحت في الديسكريبشن نرجع الآن للاستعراض الأخير من Tales of Arise التنسيق بين مهارات الأعضاء في القتال جدا مهم لأنه بيساعدك في التخلص من الأعداء بشكل سريع بحيث تقدر تستخدم مهاراتك الخاصة ضد العدو وبتستعمل مهاراته الفريق لما يتعبع عداد معين باستخدام الأسهم في يد التحكم وهذا يخلي التخطيط للمعارك أسهل وأكثر انسيابية ولما تجمع نقاط الخبرة في المعارك بتقدر تطور من مهاراتك في شبكة من المهارات المتنوعة والمختلفة بين الشخصيات واللي بتساعدك على تطوير شخصياتك بالطريقة اللي تناسب اسلوب لعبك وبتقدم لك اللعبة بعض أقوال وحوش متواجدين في مختلف مناطق اللعبة وقتالهم مو إجباري ولكن إذا قتلتهم بتاخذ أضعاف نقاط التطوير اللعبة بتقدم من عديد من المهام الجانبية اللي بتساعدك على الحصول على بعض العتاد والفلوس واللي بتساعدك بدورها على شراء مختلف الأغراض أو تطوير سلحتك ودروعك في حال كنت تملك المال والموارد الكافية للتطوير التجربة هذه المرة كانت مطولة وعطتنا فكرة أوضحة عن اللعبة وخياراتها المتنوعة وقصتها المميزة اللي بتستكشفونها بينفسكم وما زلنا متفائلين بأننا مقبلين على أحد أفضل أجزاء السلسلة لعبة تيلزوف ارايس قادمة لأجلسة البلاي ستيشن فايف والبلاي ستيشن فور والإكس بوكس وون والإكس بوكس سيريز أكس وأس والبي سي في العاشر من سبتمبر